وعندنا روايات وواضحة ما قيل عن الإمام الجوات بأنه ليس ابناً للإمام الرضا والقضية معروفة وحتى صدق بذلك بعض الهاشميين وجيء بالقافة الذين يميزون الأنساب والأنسال والقضية معروفة في كتب الحديث عندنا وحتى عند المؤرخين لأن الإمام الرضا رزق بالإمام الجوات في أخريات أيامه على كبراً في السن فكانوا يقولون بأن الإمام الرضا عقيم ولا يكون له ولد فلما ولد الإمام الجوات قالوا بأن هذا ليس ابناً للإمام الرضا وقضية معروفة قضية الواقفة وهذه الفتنة مذكورة ومبسوطة في كتب الأحاديث والسيار والأخبار عندنا